حمد المصري اتكلمني عن الواقفة النهاردة هل من تنظيمك ولا والله هي تنظيم بعض النشطاء انا واحد منهم انا جاي مواطن اه رافض اللي بيحصل ورافض سرية الجلسات لان احنا من حقنا نعرف من حقنا نعرف ايه اللي بيدور به هو اللجنة اه وانا عايز ابلغ في سالة مهمة جدا للفريق السيسي ان بالطريقة دي عمر مصر ما هتكون هاتفة زي ما انت قلت اه احنا انا حاس ان النظام القديم بيرجع سنة بسنة بسنة نفس غياب الشفافية غياب المصارحة اه مفيش حاجة بتحصل لا الدولة المفروسية بترجع والحقومة بطيعة مفيش حلول مفيش تفكير نفس النظام القديم زي ما يكون بيعلموا كتاب واحد بقى بيجاوبوا من نفس بتاع مبارك احنا محتاجين اه شاف في ايه اكتر منك ده محتاجين الجلسات تبع الهواء نعرف مين ضد اهداف ومطالب الصورة المشروعة ومين ضد اهداف ومطالب الصورة المشروعة. تمام الوقفة دي مكونة من احزاب ايه او حركات دي. ايه انت جيت في اخر الوقفة. تمام. ايه مش مكونة من احزاب انا قلت لحضرتك نشاطاء. ناس اه من حركات مختلفة ولا حركة محددة يعني. والله احنا عملنا اه يعني ايه انت مبارح اول المبارح على النتل. اه فالشباب شباب نازلة بدون حركات بدون مساميات. اه. رفعين لالسلية الجلسات من حقنا ان احنا نعرف من حق الشعب بتاعدي صورة او صورتين اه يعني صورة عظيمة 25 وموجاتها اه تلات صورة 30 يونيو. المفروض الشعب يعرف من حقه يعرف مين اه بيدور على مصلحته? مين عايز يحقق اهداف صورته? اه مين عايز دستور معبر اه متوافق عليه الشعب كله? دستور محترم تلتزم بيه الحكومات اه القادمة? ومين مش عايز الكلام ده? مين عايز غياب الشبافية وعايز الظلمة? رأيك في الوقفات المضادة الباسم يوسف اه على خلفية والله يؤسفني يؤسفني جدا ان النهاردة وقفة للدستور ووقفة الباسم يوسف وقفة الدستور العدد يبقى فيها وقليه دستور اللي هو القاعدة اللي المفروض معبر عنه المفروض دستور يعني دستور يحم باسم ويحم جير باسم اه يؤسفني ان العدد اه تعليق على الحلقة? والله هو هو باسم اه حر يعني هل شايف ان هو اه فعلا كان في اهانة مباشرة للجيش او الفريق عفتاح سيدي؟ لا والله هو مش اهانة مباشرة احنا مواقب بيعمل كده اهان مرسي ما قلناش دي اهانة المرسي ما قلناش دي اهانة المرسي ما قلناش دي اهانة اهانة احنا خلونا يعني ايه ما ترجعش يقام على الحريات تكميم الافواح خلوا اللي عايز انت اثبت عكس ذلك. اثبت عكس ذلك. قول 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 ان اه في حلول. هنخرج برا السندوق. قول ان احنا بنصرخ والحكومة بتصرخ البقعة الزراعية بتاكل وتندسر والناس اللي في عد على العرب الزراعية. انت ما عندكش حلول. مع ان الكرية بيحدها من الاربع على جوانب زراعة. الناس هتروح بينهم. تتكاثر. في عندك زهير صحراوي. شرقي. وزهير صحراوي. غرب. اه حاول توزع حسب التعسيم الجغرافي والاسري للكرة. وانقل للكرة كل واحد خمس فتنة. وبعد كده اللي يتعدى او يعتدي على الاراضي الزراعية ايه تعيدوا. معاديش هيقول لك حاجة. الناس هتسقف لك. لكن انت متفكر من نفس زي ما لقولت لك جوه الصندوق. ما مش عايزين يخرجوا. الشباب عندها افكار.